كما تقول كوارث كثيرة حلت بالشعب العراقي منذ الاحتلال نتحدث عن 17 عاماً الآن بالتأكيد أنت شخصياً جاكسترو لديك مسؤولية مهما كانت صغيرة أو كبيرة فيما حدث للعراق هذه فرصتك لتقول كلمة للشعب العراقي عن مسؤوليتك وربما تعتذر لهم عن ما حصل للعراق بسبب بريطانيا والولايات المتحدة لا أعتقد أنني بحاجة الاعتذار لأنني شخص ناضج وكنت مسؤولاً سياسياً رفيعاً واتخذت قراراتي في ذلك الوقت عام 2003 وفق ما توفر لي من أدلة إضافة لذلك فإن أعداداً كبيرة من العراقيين بما في ذلك الأكراد والشيعة في الغالب وعدد من السنة أيضاً لكن أساساً الشيعة دعموا الغزو بفاعلية بعد حدوثه ولا شك بأنهم كانوا ولا زالوا يعتقدون بأن الوضع أفضل بدون صدام مع ذلك أنا آسف لما حدث من فوضى في العراق بعضه حدث بسبب الصراعات الداخلية وبعضه بسبب القرارات الخاطئة من قبل التحالف الدولي لذلك أنا أتحصر لأجل الشعب هناك وأعتقد أنه من غير الملائم أن أنأى بنفسي أو أغسل يدي من المسؤولية أو أقول إن الاعتذار عن الحرب سيحل المشكلة لقد كنت مسؤولاً عما حدث وأتحمل مسؤولياتي الكاملة وقد حاولت شرح كيفية اتخاذي لتلك القرارات لكن هل أتمنى أن يكون الوضع في العراق أفضل بالتأكيد أتمنى ذلك كما أريد أن أوضح نقطة أخرى وهي تنطبق على العالم العربي ككل وهي أن الناس في الشوارع والسياسيين في العالم العربي يتخلصوا من أزماتهم السياسية ومشاكلهم المترسخة إلا إذا حملوا المرآة أمامهم وواجهوا أنفسهم بدل إلقاء اللوم على من يعتبرونه الشيطان الأكبر أي الولايات المتحدة والشيطان الأصغر أي بريطانيا تذكر أوروبا كانت في حالة فوضى سابقاً وكنا نعاني من ديكتاتوريات ومن حكومات معطلة ومتسلطة لكن عبر عملية سلمية وأحياناً دامية باتت أوروبا اليوم هادئة بشكل عام يمكن فعل هذا عندكم ولكن يجب أن تعتمدوا على أنفسكم لا أن تعولوا على الآخرين تماماً كما فعلنا نحن إن الأمر منوط بالروح وبالإرادة العربية لحل الأزمة تمنيت فقط لو كانت هناك القيادة والتصور المناسب في العالم العربي للقيام بهذه المهمة كما تعتمدوا على الآخرين في العالم العربية والمناسبة لتفعله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر